السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم بيكم معكم مسحي مراجب نهاردة ان شاء الله يتاني اعداد من كم مبعضين يا ولاد مراجعات الفاينل ريفيجن باحداث مواصفات وركة الامتحانية الحديثة للترمي الاول عشرين اربعة وعشرين نهاردة معانا الحلقة الخامسة من حلقات الفاينل ريفيجن معانا الاختبار ناين انتنا اختبار التاسع والعاشر كل المراجعات نازل يا ولاد على القناة فتحوا كيما التشغيل الصفة السنية الاعدادي هتلويني بنازل حتى مراجعاتنا ايه لباقي المواد مش بس الانجليش تمام نشوف اول سؤال معانا في الامتحان قبل ما نبدأ بقى نعمل لايك في القناة واشتراك عشان يسننا ان شاء الله كل جديد بيقول لك بنسمع النص وعلى كده بنختلع الاجابات الصحيحة النص بيقول في مصر القديمة الكثير من الناس كانوا بيستخدموا المرآة عشان بتساعدهم فانهم يلوينوا حوالين العين كانوا بيستخدموا الاواني والاوعية سمعنا كده النص عايزين بقى نختلع الاجابات الصحيحة المراية كانت مصنوعة من ايه في مصر القديمة متر المعدن غلاس الزجاج في بيروس ورق البردي واللوط الخشب طبعا كانت مصنوعة من ايه ولاد من المتال كده بيستخدموا المرآة في ايه ولاد علشان يلوينوا حوال العين طبعا يعني الاواني كانت مصنوعة من ايه انشانت ايجيبت قالك الجلاس ولا المتر ولا الودرة الكليه طبعا من الكلين الفخار طيب كان بجيب الكليه ده منين زا كان القناة زا ريت سي البحي الاحمر نهر النيل ولا زا ليك البحيرة طبعا من الريفر نايل السؤال التنين في الامتحان يا ولاد طبعا عندك حتى الدرجات على اتنين ونص بيقولك عن جهاز الكمبيوتر الاشتراه احمد بيقوله انا كنت بالامس قال له حاجة سألو سؤالت ان قال له بيقوله ايه يروح فينا عشان نشير الكمبيوتر يا ولاد هيقوله انا كنت في الكمبيوتر مول انا كنت في الكمبيوتر مول مركز في سؤال الكمبيوتر طبعا ايه وز ات الكمبيوتر مول طبعا هيقوله ايه ويديد يو جو ذير رحت ان اكل ايه وي دي ديو جو ذير قال له توبا ايه كمبيوتر سألو سؤال تاني قال له ياس ايوز ات فيري وال بس استخدمه كويس جدا يبقى يقوله انت بتعرف تستخدمه دو يو يو يوز بابا يولا علمي يانا ايوز ات وين اي فيزيت يوتر ممكن استخدمه لما اجع عندك واجع او زورك طبعا اقول له ياسف كورس لينك مراجع موجود يولاد اسفل الفيديو كمان سيبلكوا لينك الاجابات يعني لينك الاسئلة موجود ولينك الاجابات كمان موجود اسفل الفيديو تمام في سندوق الوصف كتب عليها سئلة سير مكدي عكوب او سير مكدي حبيبي عكوب is an Egyptian heart surgeon هو جراح قلب مصري and one of the world the most famous surgeons وهي واحد اضباء العالم المشهورين على مستوى العالم الجراحين الجراحين القلب he was born on 16th november اتولد في 16 november 1935 in bilbyes شرقية his family used to travel to many places قالت وعتدت على السفر الى اماكن كثيرة because his father was an important doctor لان بابا كان طبيب مشهور او طبيب هام when he was four وفو عمر الاربع سنوات his aunt died عمته توفت at the age of 22 عندها 22 سنة ليه because of heart then he decided to be a heart surgeon فقرر ان هو يكون جراح قلب at the age of 15 وعنده 15 سنة he entered the university of cairo ودخل جامعة الكاهرة he studied medicine درس التب there هناك فين يا ولادي university of cairo there تعود على من university of cairo انه كده عليه سؤال and he became a doctor in 1957 واصبح طبيب 1957 his father died in 1958 وبابا مات 1958 in 1962 he moved to london ننتقل الى london and usa ايه وامريكا الولايات المتحدة الامريكية to work there للعمل هناك before he stopped working in 2001 وقبل ان توقف عن العمل في 2001 at the age of 65 وعنده 65 سنة مجدي used to help to give people new hearts for the first time كان اول واحد الوقت بيزرع القلب اه اول واحد بيعمل ايه بيجور يعمل زراعة القلب في العالم in 1995 1995 يعقوب started to the charity of احمد شريف a chain of hope بدأ جمعية اسمها احمد شريف تمام in 2009 مجدي يعقوب started at charity بدأ يعمل جمعية خيرية تاني called as one heart center مركز القلب باسوان for ill children in as one لاطفال المرضى في اسوان very ill children didn't used to live long lives طبعا لاطفال المرضى ما كانش متعودين انهم يعيشوا حياة طويلة اي حد بيمرض بالقلب كان بيموت but many ill children can now live healthy lives لكن دلوقت اللي كاسمين لاطفال المرضى ممكن ان يحيوا ايه حياة صحية طويلة قال لك what is this passage about كتا عربت تتكلم عليه طبعا هنقول اتسع باوت ايه سير مكدي عقوب what does what do you think of سير مكدي عقوب اراك فمكدي عقوب he is a great person ده شخص رائع and we all should be proud of him لازم كنا نكون فقرين بي تعالا بقى نختار مكدي عقوب بدأ في مركز جراحة القلب في اسوان امتى يا ولاد 1995 2001 2009 ولا 10 1962 طبعا بدأ يا ولاد في 2009 2009 he became a doctor at the age of هو اصبح طبيبه عنده كم سنة يولا 12 ولا 21 ولا 21 ولا 22 طبعا هو عنده 22 22 سنة يقول لك عقوب هو عمل جمعية خيرية في اسوان علشان يساعد مين يوث الشباب تينيجر سلمرهقين ومن السيدات طبعا الاطفال بعد كده سؤال الاختيارات لازم تشتري اي قبل ما ادخل المسرح اشتري اي بتسيب لعبها مرمية على الارض البنت دي طايد منظمة ولا دارتي متسخة ولا مز يعني مفتقد ولا مزي فوضوية طبعا البنت دي فوضوية يو كان سي يورسلف طلع نفسك ان ارميت شير كورس برز العين واردروب خزانة الملابس لو زي الدولاب يعني ميرو للمرآة ولا بايس ننحوط طبعا نشوف نفسه في المرآة زيز باولز هزي الاواني ارميت اوف فلاور من الدقيق اهل الهواء كليس الفخار او السلصال ولا اويل الزيط طبعا المصنوع من الكلي كريم از هابي بيرسون شخص سعيد and always has a knot on his face زي من عنده يعلى وشه tablet smile ابتسامة knife سكينة ولا بينسي الكيس مقلمة طبعا عنده smile ابتسامة على وجه don't play football here or you might not that car متلعبش كورة هنا كورة قدم وإلا ايه هزي السيارة او زي تلك السيارة heart ولا damage ولا repair ولا injury هعمل إيه للسيارة ياولاد طبعا damage تجي وتلف يعني ممكن الكورة تغبط فيها my uncle has a knot in his garden عمي عنده وإيه فحضكته and he uses it to order his plant وبيستغرمها فراي النباتات عنده كاب كاب ولا تاب حنفية ولا تاب شريط لاصق ولا ما بخريطة طبعا عنده ياولاد تاب الهي الحنفية not your father got a computer بسرع على بابا يعني هي هل ببقى عندكم بترسل عنه بإليبي has got ولا shall got ولا do got ولا have got طبعا إيه أولاد هنقول الهي بتاخد has تمام تبقى does or has your father got a computer on saturday and with sept are usually ده كده مضارع بسيط time with my cousins عايز بيقول أقضي وقت مع مهد عمي is bent ولا is bent ولا is bending ولا am is bending مضارع بسيط مع the i يبقى الفعل في المرض ده بدون إضافة يبقى is bend بس ما يجرى الفضر جدي work in 2015 طيب السنة دي عاد تبقى كده ماضي stopping stop stopped ولا stops طبعا يا ولاد stopped توقف السؤال الخامس complete the sentence with the corrective form for this in brackets أكمل الجمل بيأسود الصحيحة للكلمات بين الأقواص how did you بعد did يأتي الفعل في المصدر بعد الفعل يأتي الفعل فين في المصدر بعد did how did you not using to go to school هنخليها يا بقى يا ولاد هنخليها يوس عشان بعد did الفعل في المصدر في الماضي as Mr. Badr walks to work he met an old friend as Mr. Badr to walk he met آه ده كعدة while وكعدة as طب انا عندي كده ماضي يبقى هنا عايزين ماضي مستمر يا ولاد يبقى ايه Mr. Badr يعني هي هياخد ووس ونحط the energy does نادر بعد الضاد عايزة فعل في المصدر طب المصدر من هز ايه have does نادر have to get up early هل لازم نادر يصح مبكرا this is the museum هز هو المتحف who the school visited last year who the school visited last year اللي زرته ايه المدرسة العام الماضي طبعا يا ولاد هزا حاجة تعود على الميزيوم كايه كاشي غرع عاقل يبقى وتش دي ما تنفحش عشان ايه مع العاقل هو write a paragraph of 90 words عن ايه ولاد climate change اللي هو يتغل المناخ اللينك بتاع الاجابات موجود اسفل الفيديو هتلاقي كتب لك جمل كتير جدا عن climate change تمام اسفل الفيديو exam ten نسمع نص الاستماع لشان نختار الاجابات بيقول لك we visited the pitch last month احنا زلنا الشطع الشهر الماضي it was a great place كان مكان رائع to build a new hotel لبناء فندق جديد the hotel will give work الفندق ده يوفر فرص عمل to a lot of people لناس كتير we can use the water from the lake for the new hotel احنا ممكن نستخدم مياه البحيرة للفندق الجديد ده نص الاستماعي يا ولاد number one بيقول لك when did you visit the pitch مت رزورت الشاطئ last monday last week last year last month طبعا وقال لي يا ولاد last month for what was that place good المكان ده حلو اللي ايه جايد لايه a new hotel فندق جديد a new theater مسرح جديد a new cinema سينما جديدة ولا a new castle طبعا ايه يا ولاد قال لك a new hotel عمل فيه فندق جديد what will it give for people هيوفر ايه للناس what خشب وورك عمل جولد زهب ولا ماني اللي كنت طبعا ايوفر لهم ايه وورك فرص عمل بعد كده بيقول لك what can you use from the lake what can you use from the lake هتستخدم ايه من البحيرة وضرب ميتها ولا people ولا وورك زعمال ولا ساند طبعا ايه من البحيرة يا ولاد ميتها complete the following dialogue so and the moon are talking about their friend hala بتكلموا على hala sorry huda صدقتهم ايه huda our friend huda hasn't come to school since last week صدقتنا huda مكتش المدرسة من الاسبوع الماضي من قالت حاجة يتلها what a pity يا للشفقة بيتلها مثلا ايه شهاد اكسلنت last week يبقى تقول لها ايه she is very real دي مرضة جدا قايت لها what a pity وسأيتها سوال قايت لها طبعا ايه what happened to here ماذا حدث لها هتلاقي شيهاد انا اكسلنت اتعرضت لحادثة last week سيئتها سوالت انا هتلاقي no she is at home now لدلوقت فين في المستشفى تبقى تسأله مسلا اه سوري هي دلوقت في المنزل تبقى تقول لها هار هي في المستشفى is she at school sorry at hospital is she at hospital هرتلا no she is at home now دلوقت في البيت can i come with you to visit here طبعا ايه عاجة معاك ينزلها هتلاقي sure you can come طبعا ممكن تيجي when will we visit here هنزلها ايامتا اي وقت بقى we will visit here مسلا نقول مسلا tomorrow بكرة read the following then answer the questions last summer الصيف الماضي honey wanted to go on a holiday honey he decided to stay for a week قرر يبقى او يقيم اسبوع when his uncle زفار مف مزرعة عمو and another week واسبوع تاني on the beach in hier gada على الشاط في hier gada first he traveled with his parents to hier gada by train اول حاجة سافر مع الوالدين الى hier gada بالكطار they stayed at a nice hotel a come for fundo ogamil every morning كل صباح they went swimming كانوا بيذهبوا الى السباحة and enjoyed themself with some toab anفسهم on the beach على الشاط in the evening في المساء they used to do the shopping كانوا بيتسوقوا after this week بعد هذا الاسبوع هاني left his parents in hier gada طرق لداه في hier gada and traveled by boss يسافر بالأوتوبيس to his uncle زفار يبسافر الواحد لمزرعة العم بالأوتوبيس there he spent a very good day قادة يوم جايد هناك that was شام النسيم كان يوم شام النسيم he spent eight with his cousins other يوم مع أولاد عمه in the morning في الصباح they they mean لو اي هاني أولاد عمه eight boiled eggs بيأكلوا بيت مسلوق for breakfast الفطار in the evening في الحقول in the evening في المساء they enjoyed singing and dancing كانوا اي استمتعب الغناء والرقص what does the passage talk about بتكلم علي الكتعة دي يا أولاد هنقول هاني هولي دي أجازة هاني do you think هاني spent a nice هل قادة هاني أجازة رائعة طبعا طبعا ناس I think so how did هاني go to هاني ازاي راح هارجادة بيترين بيترين اجازة رائعة اجازة رائعة هاني هاني كانوا مقامين فين في هيرجادة سكول ولا هوتل ولا هاوس ولا فارب طبعا في الهوتل المدرسة اللي بيعيش فيها اللي بيعيش فيها اللي هي المدرسة الداخلية بوردنج سكول ولا نيرسري ولا برايماري ولا ساكندري طبعا يا ولاد بوردنج سكول اللي هي المدرسة الداخلية هي هاز نوماني معوش نقود هي از فيري اوسم وسيم اوجا ورائع براوت فخور ولا ريت شغاني ولا بور واحد معوش نقود يا ولادي بيهو اي بور فقير زهوتر الفندق is located north the north of Egypt لوكودت اي اسمها لوكودت ان ولا قوت ولا اوف ولا فور طبعا اسمها لوكودت ان يا ولادي يعني يقع في مصر في شمال مصر هي نقط his hand and said goodbye عمل ايه الايد وقال goodbye يعني مع السلامة tried ولا touched ولا هيت ولا waved طبعا ايه waved يعني ايه شاور بيديه وقال ايه goodbye يشاور او يلوح تمام نقط I am so happy for you shame يعني يلا العار congratulations تهانينا pity يعني شفكة سري ولا اسف I am so happy for you انا سعيد عشانك يعني تهانينا the not take air into the body ايه اللي بتدخل الهواء بتدخل الجسم eyes العيون lungs الرئتين ears وزنين ولا لقز اللي هارجل طبعا يولاد لانجس الرئتين he got up late السايكاس ومتأخرا and miss his boss وفات الاوتوبيس it was not a day كان يوم ايه terrible سيء وصم رائع good طبعا triple دي واحد اقام انه متأخر وتوبس ايه فاتو كل واجباته last night طبعا عندي do يبقى انا كده عايز انفي في الماضي وانفي في الماضي ايه hadn't ولا doesn't ولا didn't طبعا هي ولا تاخد من didn't يجي بعد افعلة في المصر يعني ما عملش كل واجباته بالامس زانيوز الاخبار very bad two weeks ago is ولا ar ولا where ولا was طبعا عندي two weeks ago اجواري من كلمة دي لها على الماضي البسيط يا ولاد يبقى هناخد ايه هناخد was لان احنا بنعمل الاخبار ايه بنعملها معاملة المفرد تمام why he not a shark attacked him هجب على السمكة الكرش قاعدة وارجة بعدها ماضي مستمر واللي هي تاخد ايه swim ولا was swimming ولا swimming طبعا ايه was swimming five complete the sentences with the correct form of words in the brackets i not read a book at the moment at the moment ده كده مضارع مستمر تبقى i'm reading زي نقط not watch tv every day every day ده مضارع مضارع بسيط عايز هنفيز زي ايه تبقى زي don't watch sorry the rest for sun sorry is than عادل سوط عم بلت عادل طب ده صفة طويلة عايزة اقارن احط قبلها ايه هتبقى ايه هتبقى ايه يا ولاد هتبقى more expensive than تمام اتشيلدرن النقط شود بلاي انزا ستريت اتشيلدرن بلاي انزا ستريت يبقى ايه ولاد ده حاجة سيعي يبقى نقول ايه شول انت بقى مش شود بعد كده بعد كده قصة مفضلة بالنسبالك قصة طالتة مفضلة بالنسبالك بتبقى عنها الايميل الايميل موجود برضو يا ولاد في الانك الاجابات اسفل الفيديو تمام كده انتهينا من حل الاختبار التاسع والعشر الحلقة التالت الخمسة من حلقات الفانر استنيننا ان شاء الله في اختبارات متوقعة وبنحل برضو امتحانات المحافظات اي حاجة محتاجينها موجودة في كامل تشغيل الصفة السنية الاعدادي هي تدعمونا ولاد بلايك للفيديوهات والشراك في القناة وامتابعوا صفحة الفيس بوك مسي برجة عشان نساتكم ان شاء الله كل جديد متمنى لكم نجاح بارو والطفك كانت معكم مسي برجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته